موسيقى بني بينك نور خارك مش في شيء لا قلت لك مش أنا اسم نور واستكنيني أنا في حد اسمه نور في حياتك شن يعني لك عندي هلبة أصدقاء اسمهم نور لكن مفيش علاقة شخصية متاعة حب بني وبين نور أو علاقة اجتمعية أوكي يعني مفيش نور في هلبة صديقاتي اسمهم نور لكن علاقة حب بني وبينهم مفيش شوف عبد الله موضوع نور هذا حنمشي بمزاجي حننتقل لسؤالي بعد وانا حنمشي لسؤالي بعد بمزاجي اما لا اوكي اوكي الوالد الله يرحمه اوكي شن تحب توجه لك كلمة هو ايو هو كان اب واخ وصديق وزميل اكيد ندعي لك اليوم بان انا ربي يرحمه وبإذن الله هنتلاقه في الجنة ان شاء الله اوكي اوكي فقدان فقدان الاب في حياتك اكتر فيك اكيد اكيد فترة طويلة بعد وفاة الوالد تأثرت بوفاة لانا قتلك كان صديق وكنا نخدمه مع بعضنا وكنا نجره مع بعضنا ونسافره مع بعضنا في يوم وليلة معاش في شيء اوه كل ما فيش ففي البداية مريت بصدمة دي درجت اني انا حوالي يوم كامل ما بكيتش مش مستوعب الموضوع وربك اخذها ما انت بعدين استوعبتها في البداية اتعترت بعدين على كلامه وعلى خطاه وعلى سنة الحياة وعلى الواقع اللي انا عايش فيه ضروري ما نطور من نفسي ونتقلم مع الموضوع ونحاول نكون الانسان اقوى ونحقق اللي كان هو يشوف فيه فيا واللي نشوف فيه انا في روحي وكنت نشارك فيه معاه وهو ما ماتش بالنسبة لي وقعت حي داخلك صحي هو كان يبي يشوفك لعب كورة ولا كان يبي يشوفك نجم هو كان يبي يشوفني متفوق في اي شي انا اخش فيه مهما كان انت اختياراتك ويقولي ان الوقت يتغير وكل مرة تجيك حاجة احلى من حاجة وكل مرة اهم حاجة انت مع اذنك ومبدأك ما يتغيرش لكن الحاجات من حواليك تتغير وحاول تتعامل معها وتكون انت انسان كويس بين الناس وانك تحافظ على سمعتك بين الناس وتكون يعني ذكرة طيبة عليهم وتكون يعني لما تنتكرر في مجمع تنتكرر بالخير ما تنتكررش بالشر اوكي لو خيروك لو جاك انك انت اختيار انك تقعد ساعة جام الساعة مع بوك الله يا رحمة اوكي بس في مقابل هذا الشي انك انت تخسر المهنية اللي انت وصلت لليوم في عالم الفن والاعلام وهذا كله عشان حتختار ساعة مع بوك ولا وانك انت يعني فهمت السؤال فهمت السؤال كويس انا ما فهمش سؤال اكمل بقى انت مش فهم سؤالك بس انا فهمتك هو هو تحدي او اختيار بالاتنين لكن منطقيا حنختار الفن والمجال اللي انا عايش فيه لان ابوي مش هيرجع وبإذن الله هنتلقى معاه في الشن لو هيرجع لمدة ساعة انت افترض ان اناعلى وانا حد يسئني يقولي لو ابوك الله قاعد حي ابوي باعد نفاول عليه ابوك تسأل ربي طاول في عمر تسأل ربي طاول من قوة السؤال تخلطت عليك هو سؤال فانتازي شوية بس ايه بس ايه بيك تريش معاي في عالم الفنتين تفنان يعني تريش ايه عالم نتخايله مع بعض تخايل طبيعي طبيعي اني هنختار ابوي يكون معاي وحتلغي كل اللي انت وصلت لتوا اكيد هتبدأ من السفر همشي عندك تجعميزة مع ابوك ساعة اكيد اكيد الفانتازي اعمل ولو جعمست معها ساعتين يكلمة واحدة بس بيقولها دقيقة بس والله يبين مجرد ان وجوده معاك ان هو يكون معاك حد في الوقت اللي احنا عايشين فيه في العالم اهوا الصعب اه نقص كبير في الانسانية ونقص كبير في الوفاة وفي الاخلاص وهذا شي قاعدين نشوفوا فيه متعاملين فيه يعني ايه بوك هو انت كوبي سنة بك الحياة ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله ربي يطول في عمر اي بو ان شاء الله ربي يرحم اي بو متوفي وان شاء الله يا رب نجتمعوا معاهم ونتلاقوا معاهم في الجنة يا رب